هذا البرنامج من إنتاج إيبو نايت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أهلا بكم وحلقة جديدة عمر صامح حضارة الحقيقة إحنا ماشيين البرنامج حتى الآن عمالين نقول نفصل موضوع الحضارة ده يعني هي حضارة يعني إزاي ننجح يعني إزاي نتفوق يعني إزاي نقوم يعني كفاية بقى أن إحنا في قاع الأمم لازم نضيف للبشرية لازم نقابل النبي صلى الله عليه وسلم من يوم القيامة نقول له يا رسول الله اللي أنت بنيته ما هو النبي عمل يارى معه النبي أسس حضارة النبي وضع البذور علشان الخضارة دي كلها تقوم يا رسول الله إحنا كملنا إحنا ما صلناش وصلنا وبس لا 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 إحنا كنا فاهمين صح إحنا كملنا وكبرنا عايزين نبني هذه الحضارة ولذلك يا جماعة البرنامج ماشي بنحطي قصة عمر لكن عمالين ندي حقن الحضارة علشان وكده وندوبها في القصة علشان تبقى سهلة ان انت تشربها لما نقول لك شروط صناعة الحضارة صانع الحضارة البني أدم اللي هيعمل الحضارة دا فيه إيه فيه سبع شروط ونقوم عاملين سبع حلقات من قصة عمر ونقول شروط صانع الحضارة بيتحرك بيجمع كل قوة على الفكرة جمع صفات عديدة للتميز مخلص للفكرة المرونة الإنسانية شروط وبعدين قمنا جايين قلنا طيب عشان بقى الحضارة تقوم دا صانع الحضارة الشخص طيب عشان الحضارة تقوم لازم يكون فيها خمس شروط وقمنا عاملين خمس حلقات برضو من جوة قصة عمر وقمنا الانتماء جيليا انتمي للفكرة وقمنا تكامل الطاقات وقمنا إسعاد البشر وقمنا تجمع الطاقات دون إقصاء وقمنا دور المرأة فهمتوا إحنا بنعمل إيه؟ فعملنا سبع حلقات البني آدم صنع الحضارة يبقى شكله إيه؟ وخمس حلقات شروط ان الحضارة تقوم وحنبدأ بقى من النهاردة سلسلة جديدة طب عشان الحضارة تستمر وتتفوق محتاجة صفات كتيرة حنكمل بقى بقية حلقات البرنامج بالطريقة دي فكأننا ادينا لكم وجبة تقيلة اسمها الحضارة دي بتتعامل إزاي؟ بس مزجناها بقصة جميلة كنا كلنا بنحبها عمر بن القطاو فأنا مش جاي أحكي قصة أنا جاي أقول تيجوا ننطلق نبني حضارة؟ مين يسمع البرنامج دا ويقول والله هقلت والله هتحرك مين يرفع ايده دلوقتي وهو بيسمعني ويقول أنا هشتغل لبنا حضارة أنا هتواصل معاك أنا هدخل على الموقع عندك وحشتغل معاك وحنبني مع بعض ونشوف إزاي نشتغل ونصنع حضارة ونصنع حياء مين يطلع من البرنامج دا بيحبه عمر قوي وعايز يشتغل قوي يا ترى الأخلاق عاملة يا جماعة اوعى تكون صايم وبتغلط في دا وبتشتب دا وبتتريق على دا اوعى تكون صايم وبتاخد رشوة اوعى تكون صايم وبتعامل أبوك همك وحش خضارة من غير منظومة قيم وأخلاق لازم تقع كأن بيت من غير عواميد يازم ينزل على دماغ أصحابه عمر بن الخطاب فاهم الحكاية دي عمر الخطاب عظيمة عشان تقوم الحضارة لازم منظومة أخلاق وعمر شايف أن في مجموعة أخلاق حيركز عليهم خمس أخلاق أساسية التواضع الانتاج للاستهلاك حضارة منتجة مش حضارة عمالة تتمنظر ورفاهية والناس عمالة تغير في الموبايلات كل يوم وعمالة كل يوم تغير العربية وعمالة كل يوم مش عارف لازم يلبس حاجات ماركات حضارة يا عم حضارة فيها بساطة انتاج مش استهلاك ايه دا دا كلام جامد قوي عمر بن الخطاب بيفكر في دا؟ طبعا وبعدين عنده قيم تانية عايز يغرسها في الجيوش بتاعته كل عمالة تنتشر تفتح الأرض قيم زي ايه؟ السطر نسطر الناس الله دي صفة عمر بيفكر فيها حتشوفه دلوقتي ايه تاني؟ الكرامة كرامة البني آدم ايه تاني الأخلاق اللي بيركز عليها عمر؟ الوفاء يحب يوفي للناس قوي للناس اللي بذلت مجهود ايه تاني؟ الإنسانية الحلقة النهاردة هنتحرك مع عمر في البلاد المختلفة عمال يبعث المعاني دي أخلاق 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 ويبدأ هو بنفسه إحنا منتجين إحنا دلوقتي مستهلكين والعالم كله بيبعث لنا منتجاته عشان نستهلكها وإحنا لا ننتج شيء معلش بس عشان حضارة تستمر لازم منظومة أخلاقها فيها وفاء فيها ستر فيها كرامة الإنسان فيها إنسانية فيها تواضع فيها إنتاج لا استهلاق كل دي قيم حضارية هي دي الحضارة تعالوا نشوفوا عمر حينفز إزاي دوا في الشام والعراق ويبدأ بإيه؟ منتجين لمستهلكين مش حتغرنا المظاهر بتاعة الروم والفرس حتطبقها إزاي عمر تعالوا نشوفوا عمر موسيقى 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 الأخلاق يا جماعة وإن أنا طول ما أنا بتحرك بأخلاق وده بيتحرك بأخلاق ممكن يبقى فيه نهضة وممكن تحصل تتبني حضارتنا مرة تانية لكن والله لو مفيش أخلاق ولا ألف مليون جهد ولا فلوس ولا أي حاجة ممكن تقوم حضارة مش أيما على أخلاق عمر عايز يبعت رسالة للفرس والجوم إحنا عندنا منظومة قيم إحنا مش قوة عسكرية جاية تحارب قوة عسكرية زي ما أنتوا كنت بيحصل بينكوا قبل كده لا إحنا حضارة عندها قيم جاية تواجه حضارتكم فاسمعوا ليها فعمر بن الخطاب يجد إن أحسن حل تحسوا إن غيران على رسالته وعلى قيمه الأخلاقية وعلى منظومة الخضارة بتاعته حتى وهو بيواجه أعداءه فيقرر يرسل وفود حيبعت وفدي قبله كسرة الوفد مشكل من 14 شخص انتقاهم عمر انتقاء فيهم شباب فيهم شيوخ فيهم صحابة فيهم تابعين فيهم بقى مين فيهم المغيرة بن شعبة الصحابي وفيهم النعمان بن مقرن وفيهم ربعية بن عامر وفيهم ابن سهيل بن عمر خطيب قريش بس شاب صغير عدي بن سهيل ويبعت دول ويقول لهم كلمة جميلة جدا إن أنا لا نغلب أنا بعدد ولا عدة الموضوع مش موضوع قوة عسكرية ولكن نغلبهم بهذا الدين وهذا الخلق فإذا استوينا نحن وأعدائنا في المعاصي كانت الغلب لهم بعددهم وعدتهم أبلغوهم ذلك حدثوهم عن الإسلام حدثوهم عن أخلاق المسلمين بيقول لهم كده أظهروا بساطة المسلمين ولا تبالغوا في الطرف مثلهم فتستووا معهم هم حضارة أيما على الطرف إحنا حضارة أيما على البساطة ما فيهاش الطرف ولا المنظرة ولا 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 ويبعت الـ 14 تعالوا نشوف الـ 14 هيعملوا إيه بعد رسالة عمر للدهله موسيقى يبعتهم لفين؟ يجوا لمس لهذه الأماكن اللي أنا بصور فيها إبعتهم على كسرة في بلاد فارس في العراق يقابلوا كسرة يدعونه إلى الله وكأنه عمر عايز يرسل للبشرية إحنا أخلاقنا عاملة إزاي؟ ويبعت 14 بس يبعت 14 منهم اللي بيتكلم الفارسية منهم اللي جه قبل كسرة قبل كده منهم اللي اشتروا باع في بلاد فارس منهم الزكي العميق اللي بيعرف يدرس البلاد عشان وهو داخل يعرف تجهيزاتهم العسكرية إيه؟ منهم اللي بيقرأ لغة العيون عشان يعرف الفرسي خايفين ولا لا عشان يبعت العمر بن الخطاب بعت 14 واحد إيه؟ إيه سيدنا عمر ده؟ قيم أخلاقية بس مش بقى قيم أخلاقية إن إحنا ناس أنا آسف ناس كده تعبانة ومش فاهمة دنيا ودرويش ناس من صح صحة وفاهمة ويبعت الوفد للـ 14 واحد عشان يعتذر أنا مش عايز أحارب أنا مش عايز السيف أنا عايز أعرض عليه الإسلام ويروقوا الـ 14 ويقابلوا كسرة ويوقف كسرة ويتهجم عليهم كسرة انتهت صلاحيته خارج التغطية زي ما بيقولوا في التليفونات مش فاهم يكلموا عن ربنا ويقول لهم أنتوا تساووا إيه؟ من أنتم؟ عشان انشغلنا في حربنا معروم شوية اكترقتم علينا ويردوا عليه الصحابة يقولوا له بعفنا الله لنهدي الناس بالأخلاق يقولوا له عن الظلم اللي وقع على العراقيين وهو مش راضي يسمع إحنا مش صحاب حرب إحنا صحاب رسالة سلام بس عايزين نوصل الرسالة ويقف كسرة ويتمنظر ويصل إلى قمة الجبروت ميقول مين أشرف واحد فيكو فيقولوا له النعمان بن المقرن يقول لهم هاتوا التراب خطوه على ظهر النعمان ويطلع من المدائن كده لغاية ما يرجع له عمر بن الخطاب ويحطوا التراب على ظهره ويبتسم النعمان ويقول سنارس هذا التراب مش أنت حطته على ظهره شكراً حنورسه في شاء الله أنه آخر معركة مع الفصر اللي كان قائد انتصر فيها نعمان بن المقرن وعمر بن الخطاب قال يكون القائد نعمان مش حطوا التراب على ظهره حينتصر إحنا صح اصحاب رسالة أخلاقية لكن تهمين دنيا ومصحصحين في الدنيا دي كانت أول مجموعة أرسلها عمر بن الخطاب لكن رجعت بمعلومات كتيرة كسرة والفرسة حواليه عاملين إزاي؟ الوضع عامل إزاي؟ دي كانت أول مجموعة وأول قيم أخلاقية بعتها عمر لجيوشو تعالوا نكمل مع بعض طب دول بعتهم عمر للفرس حيبعت عمر وفد تاني إلى الروم إلى قائد الروم إلى هرقل حيبعت له مين؟ حيبعت له صحابي كل أخلاق من أعظم الصحابة خلقاً وتواضعاً وبساطة وعلماً وفهماً ومعاذ بن جبل وشاب صغير حيبعت له معاذ بن جبل يروح يقابل هرقل ملك الفرس هو معاذ بن جبل كم سنة تقريباً؟ 32 أو 33 سنة 32 سنة 33 سنة حيبعته عمر يقابل ملك الروم هرقل عمر بن الخطاب عارف هو بيبعت مين؟ وعارف لما يروح معاذ بن جبل أثره حيكون إيه؟ تعالوا نروح ونشوف معاذ بن جبل حيعمل إيه هو كم تعالوا يا جماعة تخيلوا في المكان ده هرقل قاعد هنا ورايا وطالب حد يجيله وقاموا فرشين الأرض سجارية حرير عشان يعملوا إيه في معاذ بن جبل؟ علشان يعني يدخل يتهز عارف لما تخش فندق كبير وتقعد تعمل كده وتنبهر هم عايزين يعملوا كده في معاذ والأسلحة يمين وشمال والعربيات المكان اللي أنا فيه ده يا جماعة أثري ده من ألاف السنين وشوفوا حضاري قد إيه وكبير قد إيه؟ بس بقى وأكل يمين وأكل شمال وجواري وقفة يمين وجواري وقفة شمال أنا عشان أوصل للمكان ده ممر طويل من الأعمدة الرومانية وممر طويل من الأعمدة الرومانية ويوصل معاذ بن جبل عباقة بسيطة ومسك حصانه فيوصل عند السجاجيد فيقولوله لا الحصان ما يدخلش هنا الحصان يقب بره يقولهم أنا أنا بتحركش أنا بالفرس بتاعي ويدخل ماسك الفرس بتاعه ويوصل لغاية هرقل ويطلع السلالم ويقف قدام هرقل فيقولهم هرقل حطوله الوسائد من الحرير حطوله المخدات الحرير فقال لا داعي إحنا خضرت مش خضرت طرف إحنا خضرت إنتاج أمقالة العباء بتاعته ومكومها وحطتها تحته دي الوسادة بتاعتي مش محتاج تحطيلي حاجات فخمة وبدأ يبص هرقل في عينين سيدنا معاذ بن جبل عادي جدا ولا بيبص على الحاجات دي لا جارية من الجواري مالت عينه ولا الدهب والفضة مالعنيه ولا مبهر عادي جدا فقال له هرقل من أنتم؟ قال نحن أمة تزرع ثم تأكل مما تزرع ثم تصنع ثم تأكل مما تصنع إحنا أمة منتجة عمر بن الخطاب موصي معاذ بن جبل قال لا تنبهر بما سيفعلونه لك أنا عارفهم هيعملوا معاك إيه دي حضار الطرف يا جماعة إحنا أمة منتجة إحنا المفروض نكون كده إحنا إحنا جدنا معاذ بن جبل إحنا معاذ بن جبل كان منتج إحنا عمر بن الخطاب كان منتج كفاية استهلاك بقى إنت هتقول لي يعني إنت عايزني إيه ألبس أي كلام وما غيرش الموبايلات بتاعتي وما أنا جزء ما أنا صح معاك حق ما أنا كمان بعمل كده لأننا جزء من حضارة تانية لأن قيم الخضارة الغربية مأثرة علينا إحنا عايشين جواها هنطلع منها إزاي عشان كده لازم نبني حضارتنا عرفتوا ليه لازم نبني حضارة لأن إحنا عايشين تحت ضل خضارة تانية فمضطرين نعيش زي ما هم عايزين نعيش إنتوا تبقوا مستهلكين إحنا ننتج ونشتغل وإنتوا تدفعوا واتغيروا لون الموبايل المرة دي ومرة يبقى كذا وبعدين مرة هو هو وكل سنتين سنتين إيه كل ستة شهر ينزل لك منتج جديد اشتري 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 خليك مستهلك إحنا غصبا عننا بنعمل كده وإلا حيبقى شكلنا لو ما غيرتش الموبايل شكلي متخلف لأن إحنا عايشين في قيم حضارة تانية لكن إحنا مش عايزين نعمل حضارتنا اللي هي حضارة إنتاج مش حضارة طرف دي قيم هو أمر بن الخطاب وده اللي معاز بن جبل رايح يدي الرسالة دي إحنا بتوع شغل إحنا بتوع إنتاج ما يهمنيش إن أنا قاعد على وسادة حرير ما أنا قاعد في الآخر على الوسادة اللي هي العباءة بتاعتي ومسك الحصان بتاعي وما بهرتنيش الحاجات بتاعتكو أنا منتج مش مستهلك هرقل وقف قدام معاز بن جبل وقال أنتم هكذا ستملكون موطع موطع قدمي هاتين أنتوا بالطريقة دي بالروح اللي أنت فيها دي بأن أنت مش بهرك الدنيا كده بأنك بتنتج مش بتستهلك أنتم هتملكوا أنت عملك تلاتة أو تلاتين سنة يا معاز أنت هتملك موضع قدمي هاتين ويطلع معاز ويبلغ عمر بن الخطاب وينبسط سيدنا عمر بن الخطاب صح؟ إحنا هنطلع وهم بينزلوا يا ترى إمتى هنبدأ نطلع ونبني حضارة ناس كتير في الدنيا عايزة تعمل منجزات كبيرة عايزة تعمل أهداف كبيرة لكن مين بيعمل الأهداف دياً وهو معاه منظومة من القيم والأخلاق مين أخلاقه ماشية جنب المنجز الكبير اللي عايز يعمله اللي عايز يؤسس مؤسسة كبيرة اللي عايز يفتح شركة كبيرة فما بالكم باللي بيرسل جيوش للعالم كلها هل هيبقى معاه مجموعة من الأخلاق بيتحرك معاها؟ هو ده عمر بن الخطاب وعظمته عمر بن الخطاب تيجي نشوف كده حاجات من اللي بيحصل على سبيل المثال واحد اسمه شرحبيل بن الصمت ده قائد من قوات المسلمين في معركة من المعارك ضد الفرس شرحبيل بن الصمت لأن الجيش بتاعه بيتحرك دخلين على أرض الأرض دي معروف أن فيها شرب خمر كتير الفرس بيشربوا فيها خمر كتير وفيها نساء كتير وحاجات زي كده فأمكاتب وجامع الجنود بتوعه؟ قال لهم إنكم تنزلون على أرض بها نساء وبها شراب خمر فمن فعل منكم شيء حرام عمل يعني وقع في كبيرة من الكبائر فليأتنا لنطهره منها نقيم عليه الحد وبلغ عمر الموضوع هنا في قيمة أخلاقية إيه هي القيمة الأخلاقية؟ فكتب إليه عمر كلمة جاندة أوي لا أم لك إيه اللي انت بتعمله دوا؟ أتعمد إلى قوم سترهم الله تبارك وتعالى فتطلب منهم أن يهتكوا ستر الله عليهم؟ احفظ كرامة جنودك لا تفعل ذلك ويقوم معم قرار؟ غريب جداً عمر بن الخطاب إنت إزاي تطلب منهم أن هما يفضحوا نفسهم؟ مش فيه قيمة اسمها ستر كرامة البني آدم طالما ما فعلهاش واكتشفت أو في الملأ فإنت ما تطلبش منهم أن هما يعملوا كده دوا أمر يخصهم واحد من المسلمين في أرض المعركة أبو موسى الأشعري قائد من قوات المسلمين بيوزع الغنائم فالده له حقه جندي عادي بس جندي كان بازل مجود جامد فلسه له حقه فموسى الأشعري قال له لا خلاص ادتلك حقك ادتلك كتير فقال بس باقي حقه لسه ما خدتوش فموسى لقاه بيجادل معه كتير فحب كده يربيه كجندي ما بيعني كده يعني بيزودها مع القائد أم حلق له شعره فالرجل أملام شعره في سرة واخده وطلع على المدينة المنورة وقف قدام عمر بن الخطاب وأمرام شعره قدام عمر فعمر قال ما هذا أم حكيه له الحكاية فعمر أنبعت لأبو موسى الأشعري قال له أنت عملت كده قال أغضبني ففعلت آه أنا ما بجدبش أبو موسى الأشعري صحابي فما كان من عمر بن الخطاب إلا أن لم الشعر الرجل رماه وقال أخذه واخذ هذه الرسالة من عمر بن الخطاب إلى أبو موسى الأشعري قائد المسلمين في معركة كذا وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم العدل عدل أنت صاحب رسول الله وانت قائد المعركة لكن العدل عدل حلقت شعر الرجل اجلس إليه فإن كنت قد حلقت شعره في ملأ من الناس فدعه فليقتص منك في ملأ من الناس وإن كنت قد حلقت شعره بينك وبينه فاجلس إليه ليقتص منك بينك وبينه وأمدي للجواب وبعت الراجل وهو بعت الراجل قال إن رأيت أن تعفو فاعفو فإنه صاحب رسول الله فقال الرجل أملك حقي الأول ثم أعفو قال لك أن تفعل ذلك فملك حقه يعني ياخد حقه وخد باقي غنايمه وبعدين عفى الجندي اللي بيتربى كده ده بيطلع جندي كريم قوي شايف عمر بيتعامل مع الجنود بتوعه إزاي؟ واحد من المسلمين في معركة من المعارك قائد الجيش قال لهم حيعدوا على نهر فقال لهم عايزين نعرف النهر ده قد إيه عمقه؟ يحسن نغرق هاتولي واحد يعدي النهر علشان نشوف عمق النهر قد إيه؟ فجابه راجل عجوش شوية فقالوله انزل شوف النهر عمقه قد إيه؟ فقال لهم البرد البرد فقال القائد انزل قلت لك انزل فعرف عمر بن الخطاب الرجل هو بيغرق أمقايل وا عمرا وا عمرا تخيلوا شعورهم ان لهم حد كبير ايه الجيوش دي اللي بتتحرك بأخلاق ومحافظة قيمة الجندي غالية قوي 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 فيعرف عمر فيبعت للقائد تعالي فيرجع القائد إلى عمر بن الخطاب يقول له قتلت الرجل؟ قال يا أمير المؤمنين مات عمدت القتل ولكن كنت أريد أن أعرف عمق النهر وبعدين حب القائد يهون على عمر فقال له يا أمير المؤمنين وأنجزنا كذا وانتصرنا كذا وفتحنا كذا فقال اسكت والله لرجل مسلم خير عندي من كل ما أنجزت ولولا أن تكون سنة لقطعت رأسك اذهب فإن في قلبك لا توجد رحمة لا أوليك بعد ذلك قد عزلتك إيه قيمة البني قدمين عنده؟ إيه الإنسان مكرم قد إيه عنده عمر؟ إيه القيم الأخلاقية الأخلاقية اللي بيضعها عمر؟ ومش كده وبس المصادين اللي أصيبوا في المعارج غاليين قوي عنده عمر واحد من المسلمين عمر بيوزع الغنائم وواحد راجع من الجيش في وشه في شق الجلدة مشقوقة فقال ما الذي في وجهك؟ قال أصابطني ضربة سيف في معركة في فارس فقال عد له ألف درهم أم دين له ألف درهم قال عد له ألف درهم ادو له ألف درهم عد له ألف درهم عد له ألف درهم عملها أربع مرات فالرجل اتكسف وخذ الفلوس ومشي فقال عمر أين الرجل؟ قالوا استحى وانصرف قال والله لو أعطيته كل ما معي من مال لفعلت رجل ضربة في وجهه في سبيل الله من أجل بقاء المسلمين أفلا نكرمه؟ كرم وما بنغضرش وبنصطر وبندي كرامة الجنود إيه الأخلاق الحربية دي؟ إيه الجيش اللي كله أخلاق دوا؟ لا ده أكتر من كده واحد من الناس اللي كانوا بيجهدوا في معركة من ضمن معارك الفرصة أيضا اتقطعت حتة من إيده اليمين اسمه عمر بن طفيل بن عمر الدوسي ابن الصحابة الكبير الطفيل بن عمر الدوسي فعمر عزمه على أكل فمكسوف يقعد يأكل لأن إيده مقطوع فقعد على جنب قال أستحيت من يدك يا عمر؟ قال نعم يا أمير المؤمنين قال والله لا أكل حتى تخلط يدك بالطعام فيكون فيه البركة فأمخلط إيده بالطعام فأمواف عمر بن الخطاب وقال أكشر يا عمر جزء من جسدك سبقك إلى الجنة أكشر فأمرافع إيده وقال الآن أتيه على الناس بيدي شفت بيعمل إيه مع الناس ومات شهيد بعد كده لم نحس بكرمته قصص كتيرة قوي عملها عمر وناس كتيرة قوي اتعلمنا منهم حاجة كبيرة قوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم توشك أن تتداع عليكم الأمم كما تتداع الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل عارفين الريم الأش اللي بيبقى على وش الموجة ولكن غثاء كغثاء السيل ولا ينزي عنا الله الهيبة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قيل ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت عمر بن الخطاب كان عارف فين المشكلة حضارة بدون قيم أخلاقية حضارة من غير أخلاق ما تبقاش حضارة حتقع بسرعة عمر بن الخطاب فاهم أن الحضارة لو قامت حتى لو انتصرت وكانت قوية قوي لكن من غير أخلاق ومن غير قيم مش ممكن تستمر عنصر أساسي لاستمرار الحضارات الأخلاق الأخلاق عرفتوا عمر كان ليه مهتم بموضوع الأخلاق في كل تصرف عمال يدور الأخلاق عمر أنا أقدر أقول أن الوحيد في تاريخ البشرية اللي عمل إمبراطورية من الشرق للغرب تجمع بين الغنى الشديد اقتصاد قوي جداً ميزانية الدولة قد ميزانيات دول عالمية الآن تخيل في ذلك الوقت ومع ذلك حط قيم الأخلاق معها محدش عمل الحكاية ديًا إلا أنت يا عمر بتربيت النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة بص على المسجد النبوي بص عليه كويق ممكن تملع عينك منه؟ املع عينك قوي الله يخليه قاوم للانهيار انهيار إيه؟ انهيار الأخلاق المكان دوان مش بس للصلاة والصول المكان دوان عشان الحضارة يطلق عشان نرجع يا جماعة لازم الأخلاق ترجع املع عينك من المسجد النبوي تحبه نفسك تيجي بطعياتي عشان تيجي بالله عليك خدي نية هحافظ على الأخلاق في بيتي في شرعي في النادي اللي أنا فيه في ولادي يا رب جبني أكون على خطى النبي وأكون على خطى عمر لما حمسك في الأخلاق من غير أخلاق مفيش أمل عليه العوض لو راحت الأخلاق امسكوا في الأخلاق لو بتحبوا رسلكم لو بتحبوا عمر بن الخطاب بكرة عمر بن الخطاب حيودع الجيش وهو طالع من ثانية الوداع وحنروح المكان اللي انطلق منه الجيش واللي عمر بن الخطاب ودع فيه الجيش أشوفكوا بكرة إن شاء الله موسيقى 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 ما لقيمان قلبه خاف الشطان منه فحربه يفسلمه يحكي التاريخ عنه شوفوا الفاروق شوفوا تعلموا منه عدلت فامنت فنمت ملاقفين زيّاك إنتا عدلت فامنت فنمت ملاقفين زيّاك إنتا واللاقفين يا أمير المؤمنين زيّاك أمير على المسلمين واللاقفين يا أمير المؤمنين زيّاك أمير على المسلمين